السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني كرام ندروا اخر اخبار محترفة المغاربة في دورية الاوروبية كل من زكريا ابو خلال وكذلك اشرف حاكيمي وغانا ادروا كذلك على ايوب الكعبيل اللي يواصل التألق ديره مع اولمبياكوس وغانا ادروا العبد السامد الزنزولي وكذلك تصريحات الشافي وغانا ادروا اسماعي الصيباري وكذلك بيل الخنوس وطارق تيسودالي ديرونا اخوتي اشتراك وليك نبدأ مع زكريا ابو خلال اللي بداية جيدة جدا مع نادي تولوز ربعات الموبايرا لكي استجلت لتدى الاهداف بداية نارية زكريا ابو خلال ما شاء الله تبارك الله يعني قدم اداء جيد واستجل اليوم الهداف الفارق دياله تولوز اللي تعادلوا هدفين مقابل هدفين بعد مما كانوا ربحين في النتيجة زكريا ابو خلال لأسف تعرض للايصابة في دقيقة 84 من الموبايرا وخرج كانت مننا بصراحة ما تكونوا لديوا شي اصابة مؤثرة وغانتشوفوا واش كي يكون حاضر في المعسكر ديال المنتخب المغربي ان شاء الله وكنتمنى ولو ان شاء الله ما تكونش عندوش اصابة خطيرة تقييم ديال زكريا ابو خلال فاطم وبره دي ما شاء الله تبارك الله كان هو سبعة زائد سبعة بالنسبة لاشرف حاكمي فقر المغرب كذلك اللي قيقدمه السوايات والارواع معنا دي بباريسان جيرمان اللي قيربحوا بربعات الاهداف مقابل هدف واحد نادي اولمبيك ليو الفرنسي يعني اشرف حاكمي سجلتها هو هدف وكليان بمبي سجل جوج وكذلك اسباني ماركو اسونسو سجل هدف يعني اشرف حاكمي يقدمه السوايات والارواع وكما شفنا اشرف حاكمي اللعب ديالو تغير مع الويس الريقي اللي اللي قيدخل الواسط الميدان عكس كان كيلعب كظاهر ايما اليوم وشنا اللي قيدخل في المباراة اللي شا اليوم ما قيدخل كواسط الميدان بحال الخطة اللي كيلعب بها غواردي ولا مع مانشيستر سيتي وتقييم ديال اشرف حاكمي فاض المباراة هدي كان هو 8.5 بالنسبة لتوني اديال ستاد ريمز كل من عبد الحاميد وكذلك امير الشريسون اللي لعبوا بجوجهم فاض المباراة امير الشريسون دخل كبادير في الدقيقة 74 من المباراة يعني ما قدم شيء جيد وتقييم ديالو كان هو 6.5 بالنسبة لعبد الحاميد اللي كيقدم مستوى رائع وهو الكابيت عنديال ستاد ريمز اللي كيقدم مباراة في المستوى وغي اعطي اضافة كبيرة للدفاع المنتخب المغربي خصوصا في قلب دفاع الدناني في اكرد هو اللي كيلعب كاساسي وكيما شفنا غانم سيسلي ما كيلعب جاء معاني للسد وبحالة بغيش يزيقل بدون فارق لحد الساعة بالنسبة لأيوب الكعبي كيواصل التعلق ديالو مع ناديه اولمبياكو صاليوناني وكيما شفنا أيوب الكعبير بحبرة بعض الاهداف اللي صفر وسجل هادف فاض المباراة يعني ايوب الكعبي كيقدم مستوى تولى ارواح ويتشين عاكس عليه بكيما شفنا هو يستدعى المنتخب كانت منه التوفيق ان شاء الله ويتقلق وتقييم ديالو فاض المباراة هذي كان هو ثمانية فاصل بالنسبة لأيديالجين كل من طارق سوداني وكذلك سماعي القندوس اللي ربحوا بهدفين مقابل هدف واحد سماعي القندوس تخلطها تقربعة وسبعين ما قدمشي عدأ جيد بالنسبة لطارق سوداني فاض المباراة هذي قدم اسست فاض المباراة هذي وربحوا بهدفين مقابل هدف واحد وتقييم ديالو كان هو سبعة فاصل خمسة بالنسبة لبيلالخنوس سوى شارك مع فارق وتعادلوا هدف مقابل هدف وخرجوا تقربعة وسبعين من المباراة وتقييم ديالبيلالخنوس كان هو سبعة فاصل أربعة بالنسبة لإسماعي الصيباري كيواصل التعلق معنا دي بايز فيندو فنال هولندي وكربحوا بربعات الاهداف للسيفر كيواصل التعلق مع فارق بايز فيندو فلغير لعباد الموسمة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لكيواصل عبدالصامد زنزول اللي انتقر ريالبيتي يسب عقد حتى الالفين وثمانية وعشرين عقد دائم بدون عقد إعارة وذكرت شافية لأن عبدالصامد زنزولي بغي يلعب ما بغيش يبقى كحتياتي وبالنسبة لكيواصل يلعب بالخطة ديال ربعة ربعة جوج يعني يلعب بجل المواجهين فقط وهذه الخطة صعيبة على عبدالصامد زنزولي باش يبقى يلعب دائما كما شنك يقدم إما رافينيا أو آمينيامال وكذلك تعاقده مع جواو فليكس يعني صعيبة عبدالصامد زنزولي والسلام عليكم